قبل حوالي شهرين ونصف على انطلاق بطولة الشعن ولأن الجماهير الشغوفة والذواقة في الجزائر والقابعة خلف شاشة التلفاز قد سائمت من الصورة السيئة للوطن التي يروج لها المسؤولون على الرياضة الجزائرية في كل مرة مع سبق الإصرار والترصد هاهم يطالبون بشكل متكرر بأخذ بعض الأمور البسيطة في الحسبان تعالوا نتعرف عليها معا من خلال هذا الفيديو أولا أرضيات الملعب كنا وعلى مدار سنوات عديدة وحط صخرية الجميع بسبب سوء العشب الطبيعي لأرضيات الملعب الجزائرية وتغييره بالعشب الاصطناعي الذي غزى كفة ملعب البطولة على الجهات المسؤولة أن تستغل بطولة الشعن المقبل لتقديم أرضيات ممتازة بكل من ملعب عنابة وقسنطين والجزائر العاصمة ووهران لأجل تغيير الصورة السوداء الراسخة في أذهان الأجانب وتلميعها من أجل تعزيز حضوضنا في الظفر بشرف تنظيم كاني 2025 ثانيا تغطية المضمار بالملاعب الأولمبية تطالب الجماهير أيضا بتغطية مضمار ألعاب القوى بغطاء أزرق بكل من ملعب عنابة وقسنطين ووهران كما تفعل غالبية الدول مع ملعبها الأولمبية حالة استضافتها للأحداث الكروية وقد شاهدناه بملعب كأس أمم أفريقيا مصر 2019 وفي نهائية دوري الأبطال بتونس ومصر والمغرب وغيرها وهذا يزيد من جمالية الملعب ثالثا تركيب اللوحات الإشهارية الإلكترونية بمحيط أرضيات الملعب تأمل الجماهير العريضة أن تضاف لوحات إشهارية إلكترونية على جنبات أرضيات البلاغب المصدفة للبطولة الغريب في الأمر أن الجزائر كانت سباقة لوضعها على الصعيد القاري وقد كانت متواجدة من قبل سنة 2009 خلال فترة الرئيس السابق للفاف محمد روراوة كما نشاهده في المباراة التي جمعت الجزائر ومصر في تصفية كأس العالم بملعب مصطفى شاكير بالبوليدة لكن المسؤولين بعده قرروا التخلي عنها بعدما تبنىها العالم بأسره في خطوة أخرى تغيدنا إلى الخلف عوض التقدم نحو الأمام رابعا إطلاق قناة رياضية لمواكبة الحدث بات في حكم مؤكد أن التلفزيون العمومي لن ينتج شارة مباريات الشام وسيتم التعاقد مع شركة أجنبية كما كان عليه الحال في ألعاب البحر الأبيض المتوسط لكن ذلك لم يمنع الجماهير العريضة بالجزائر والتي ملت من رداءة تغطية التلفزيون العمومي لمباريات البطولة من أن تطالب بإطلاق قناة رياضية توظف الأطور الشابة الكفأة في التصوير والترشيط والتعليق لمواكبة كواليس الحدث كما جرع مع قناة الجزائر الدولية التي تدعو للفخر صراحة بفضل جودة ما تنتجه وتعريضه للمشاهدين الذهابية في آخر نسخة من الألعاب المتوسطية وأنتم مشاهدين الكرام هل لديكم بعض الملاحظات الأخرى فيما يخص بطولة الشان المقبل إن أعجبكم الفيديو فلا تنسوا مشاركته مع الأصدقاء لعل ما سيصل للجهات المسؤولة عن تنظيم الحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر